السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته المكونات هذه الكل لنستخدمها في المشروب الأول المكونات المكونات الأول لدينا المكونات الذي تعلمنا لها كنا حضرناها وقشرناها لم أكن اذا اعتددت قشرها لدينا قرص والزنبع والثوم والزنجبيت نبدأ لنصب المكونات نصب المكونات نذكر اللي ضد غزالة البرد نضيف المكونات نضيف المكونات ونضيف المكونات نضيف المكونات نضيف المكونات هذا سموثي ضد القريب نزلت البرد والأنفل ونزا هذا مكونات ومصحية وقوم القريب ليس نورمال الناس اللي بيش تغلق شوية من الجوم تاع الزنجبيغ أو الثوم ومش تحس بيهم برشة طوال تجم تعمل صغيرة 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 وتقاول اشترم غرفها ويكون عسل حرة وشوية برد لكن أنا مفضل يكون مغير كبس العسلة والسكر لكن هذا منفض ضد القريب ونزلت البرد آه ماء ونزل سأقوم بكثير ثم سموثي المشروب الثاني المشروب الثاني ليس يكون خاصيصا في المقاومة التهابات وتحفظ الجهاز المناعي نتجي لنسى المكونات ونزلت كابة لمون ونزلت لذلك السموثي يكون على مرحلتين لدينا شوش الورد أو الكركادية كما يسمى في بعض الدول العربية حاجة قوية وصحية غير عادية خفض في نسبة ارتفاع الدم مخفض الكوليستيرول يساعد في انقاس أو الحد من الأوجاع بالنسبة للإنساء في الدورات الشهرية حاجة قوية ومزينة فرشة نبدأ في المرحلة الأولى مرحلة الأولى نضع زنجبيل والليمون نضع ماء دافي ماء دافي نضع ماء دافي هذه المرحلة الأولى نضع المرحل في المكسر المكتوب الليمون والزنجبيل نجد المرحلة الثانية ونأخذ الشوش الوردة نصبوه نصبوه الماء دافئ رائحة غير عادية رائحة غير عادية نغطيها ونجعلها يتنقى ونجعلها يتنقى ونجعلها يتنقى ثم نجعل المكونين نجعلهم يرتاحون الساعة ثم نجعلهم كيف يقع الخلط هكذا يكون المسروب يكون الحضر ثم نجعلها ثلاثين دقيقة بالغطف نأخذ الخليط المتكون من ليمون وزنجبيل ونصبوه ونأخذ الخليط الذي يرتاح المدة من الساعة ونتكون من شوش الوردة نخلطوه ونكون الوردة ونصبوه نجعل المنزل هذا نجعلها مقاومة الالتهابات الداخلية للجسم وتعزيز الجهاز المناعي ينظف القنوات التنفسية الموجودين في الريام وكذا وما كنا شفنا المشروبين الثلاثين للفيديو هذا ونصلى الفيديو يعجبكم وما تنسى ميزان لعنا برشة فيديوهات اخرين ديتوكس ومشروبات اخرين التخصيص تابعونا وما تنسى واش ديونا دعمو متكلفيتنس